يعاني المهمشون في اليمن من آثار النظرة الدونية لذوي البشرة السوداء والتي تعود جذورها لنظام التفاضل الطبقي الذي كان سائدا في اليمن إبان حكم الآئمة العنصري والذي ما زالت آثاره باقية حتى الآن تتسبب هذه النظرة بمعاناة لا تحتمل لمجتمع معزول قد يشكل أفراده أكثر من مليون مواطن يعيشون في مجملهم ظروف فقر وعوز ويسكنون أطراف المدن في بيوت صفيح أو منازل صغيرة ويتنقل بعضهم من منطقة لأخرى بشكل دائم يعيش المهمشون في اليمن ظروفا اقتصادية صعبة ويحرمون غالبا من مواصلة التعليم ومنهم من يحرم من التعليم تماما ويعملون في وظائف بسيطة وهذا ما يجعلهم عادة ضحايا للاستغلال والاعتداءات الجنائية في هذه الفترة ومع تصاعد موجة العنصرية المصاحبة لانقلاب ميليشيات الحوذي وغياب الدولة وانعدام فعالية السلطات القانونية يتعرض مجتمع المهمشين للكثير من الاعتداءات والتي لم تعد تجد لها أنصارا بين النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية فتاة من فئة المهمشين قالت إنها تعرضت للاختصاب من قبل عدة أشخاص اختطفوها في مدينة تعز النشطاء الذين تناقلوا الحادثة قالوا إن الجهات الرسمية وخصوصا النيابة والبحث لم تقم بدورها القانوني متهمين وكيل النيابة بالطواطئ وأسندوا إليه أقوالا اضطر لإنكارها لاحقا المحامية نبيل الجبوب قالت إن أمر الإفراج صدر عن رئيس النيابة وأنها قد قامت بتقديم طعن قانوني وإن كان تفاصيل هذه القضية فإن الثابتة أن هذه الفئة تعاني حالة اضطهاد وحرمان من أبسط الحقوق أبافت إليها ظروف الحرب معاناة جديدة في ظل غياب مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى وشعور البعض بالقدرة على انتهاك القانون وحقوق الآخرين دون خوف من العقاب الراجع